تونس قبلة الجزائريين الذين يقصدونها للاستمتاع بشتى ملدات الحياة وبعد أن كانت الصورة هكذا في المراكز الحدودية فقد انقلبت اليوم رأسا على عقب وبدت شبه خاوية بسبب تخوف الكثير من تكرار سيناريو عام 2011 حين اندلع الطورة الياسمين وبقي الكثير منهم عالقا ولم يعد لأرض الوطن سوى بشق الأنفس فما حدث أمس من مواجهات بين وحدات أمنية تونسية ومحتجين والتي وصل فيها الأمر إلى هلاك أحد المتظاهرين متأثرا بإصابته وإصابة عدد من رجال الأمن بعد أن تهاطلت عليهم أمطار الحجرة عوامل زادت من نفور الجزائريين من التوجه إلى هذا البلد الشقيق ولسان حال الجميع يدعو بأن تمر الأزمة الحالية بردا وسلاما على تونس الخضراء ترجمة نانسي قنقر